أدى مئتا ألف مصلن صلطي العشاء والترويح في ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى في مدينة القدس وتوفد عشرات الألاف من المصلين من مدن الدفة الغربية والداخل ونصب مصلون خياما رمضانية للاعتكاف في أروقة الأقصى في ليالي العشر الأواخر من رمضان بالموازات مع ذلك عززت الشرطة الإسرائيلية قوتها في مدينة القدس ونشرت نحو ثلاثة ألف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كناعنا نضال نطلع منك على تفاصيل وكيف صارت ليلة الأمس والتدبير المستمرة لليوم نعم أولا صلاة التراويح وإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك تمت بهدوء نسبي إن صح القول كان هناك نحو مائتي ألف مصلي أدوا صلاة التراويح في الحرم الخدسي أو نحو ربع مليون مصلي كان هؤلاء أتوا من الداخل الفلسطيني من فلسطيني 48 من المقدسيين والقليل ممن تمكنوا من اجتياز الحواجز العسكرية الإسرائيلية من الضفة الغربية طبعا صلاة التراويح جرت تحت إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة كان هناك ما يزيد على ثلاثة آلاف شرطي إسرائيلي انتشروا في محيط البلدة القديمة في القدس طبعا هذا ليس الإجراء الأمني الوحيد إسرائيل كثفت من الوجود الأمني في محيط مدينة القدس عموما وعلى الحواجز العسكرية وفي الضفة الغربية خلال الشهر كانت هناك حملات اعتقالات إسرائيلية لمن تظن بأنهم ناشطين بالأمس أيضا كان هناك حملة اعتقالات إسرائيلية بعد انتهاء صلاة التراويح تم اعتقال ستة عشر شابا فلسطينيا تقول الشرطة الإسرائيلية بأنهم كانوا يطلقون الهتافات أو دخلوا في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية لكن عموما رغم كل هذا التوتر فإن الصلاة مرت بهدوء نسبي إن صحها القول ولم تحدث السيناريوهات الكارثية التي كانت متوقعة كانت هناك بعض الحسابات لدى الشبان الفلسطينيين لدى كل من كان يتواجد داخل المسجد الأقصى الذهاب إلى مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية عندما يتواجد ربع مليون مصلي أغلبيتهم من النساء والأطفال والمسنين في أزقة البلدة القديمة في القدس كان سيؤدي إلى كارثة ربما من خلال التدافع في أزقة البلدة القديمة وبالتالي الأمور مرت بخير لكن عموما الأجواء في مدينة القدس عموما في الضفة الغربية هي أجواء شديدة الخطورة بسبب الضغوط من الحكومة الإسرائيلية بسبب الاعتقالات بسبب الممارسات وبسبب ما يجري في قطاع غزة لكن اللافت أن الحكومة الإسرائيلية تمكنت لغاية الآن من إبعاد من إقصاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير عما يجري داخل باحات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة في القدس قدر الإمكان ما ساهم في تهدئة الأوضاع على الأقل الآن في المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة في القدس ندال دعنا أيضا نتحدث عن الضغوط التي تمارس على الداخل الإسرائيلي على حكومة نتنياهو بعدما أيضا رصدت لنا كمية من يعتصمون في الشوارع وأيضا ما أشرت إليه قبل نضال وهو توحيد هذه الشعارات التي كانت مع بدء هذه التحركات مختلفة ومتنوعة نعم بالفعل أولا نحن نلاحظ بأن هناك توحد في اتحاد في الشعارات عفوا لدى التظاهرات في الشارع الإسرائيلي التظاهرات التي بدأت ربما بعد مرور شهر أو شهرين من بدء هذه الحرب كانت تحت عنوين كثيرة من يريد صفقة تبادل من يريد إنهاء الحرب أو حتى من يريد إسقاط الحكومة الآن كل تقريبا الشارع الإسرائيلي المعارض للحكومة الإسرائيلية والذي ينتقد أداء الحكومة الإسرائيلية بات يتوحد تحت شعار واحد وهو إسقاط الحكومة الإسرائيلية بسبب إدراك كل هذه التيارات التي كانت تتظاهر بأن المشكلة الرئيسية تكمن في الحكومة الإسرائيلية في طريقة إدارتها للأمور وفي أنها تأخذ مصالحها السياسية الضيقة ما زالت تتعامل وفق للسياسات الداخلية الإسرائيلية والحسابات الحزبية وليس حساب مصلحة إسرائيل كدولة ومن هنا الضغوط تتزايد على حكومة نتنياهو هناك تصدعات داخل الحكومة خاصة لجهة بني جانس الذي انضم لهذه الحكومة تقريبا يعني ليس انضماما تاما هو لغاية الآن لا يحمل وزارة خاصة هو وزير دون حقيبة لكنه انضم من أجل الانضمام للمجلس الحربي والمساهمة في قيادة هذه الحكومة ويوما بعد آخر يتبين بأن جانس لا يؤثر كثيرا ربما على قرارات الحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ما زال أسيرا لدى سموتريتش وبنكفير ويديران الحرب من خلاله والعلاقات مع الولايات المتحدة تسير إلى الهاوية في حينه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول قال يجب أن لا تكون إسرائيل للحظة واحدة دون دعم من قوى عظمى والآن نتنياهو يشكل خطرا على هذا الأساس في السياسة الإسرائيلية التي كانت محل إجماع ويعرض العلاقات مع الولايات المتحدة للخطر كل هذا يؤدي إلى مزيد من الاحتقان في الشارع الإسرائيلي ضد الحكومة الإسرائيلية واستطلاعات الرأي عموما في إسرائيل كلها تشير إلى أن نحو 70% من الإسرائيليين يطالبون بذهاب نتنياهو وغير راغبين برؤية نتنياهو مستمر في الحكم في إسرائيل والخلاف هو هل سيتم هذا أثناء الحرب أم بعد الحرب والمشكلة بأن الشارع الإسرائيلي كل الوقت يرى بأن استمرار الحرب هو نتيجة لسياسات نتنياهو وليس بسبب ظروف الحرب وأن نتنياهو يطيلها من أجل البقاء في الحكم وهل هناك أي جديد نضال يتعلق بموضوع المفاوضات الجارية في القاهرة هل هناك أي جديد فيما يتعلق بما إذا كان سيذهب رئيس المساد من هو الوفد وما المرتقب بالنسبة للمفاوضات في القاهرة بالأمس كانت هناك تسريبات إسرائيلية بأن حركة حماس التي رفضت المقترح الأمريكي للوساطة رفضت كل ما تقدمت به إسرائيل أو ما ترى إسرائيل بأنه تنازلات وبالتالي لا حاجة لإرسال أو أنه قضية إرسال رئيس المساد ما زالت محل دراسة في إسرائيل لكن من جهة ثانية المستوى السياسي في إسرائيل يعرف بأنه إذا وصل رئيس الـ CIA إلى القاهرة وطلب حضور رئيس المساد فسيحضر رئيس المساد إسرائيل الآن لا تستطيع أن تقول لا للإدارة الأمريكية خاصة وأن الرئيس الأمريكي أشبه بالأوامر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بإرسال وفد إلى القاهرة مع صلاحيات موسعة أو صلاحيات كاملة من أجل الوصول إلى اتفاق بمعنى آخر إرسل وفد إلى القاهرة للتفاوض لبدعة أيام ووقع على اتفاق هذا ما تريده الإدارة الأمريكية وهذا ما تعمل عليه من ضمن خطة أمريكية أوسع حتى لتهدئة الأوضاع في المنطقة الولايات المتحدة الآن ترى بأن المفاوضات في القاهرة لا تبتعد عن المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة بطريقة أخرى مع الحوثيين أو مع الإيرانيين ومع كل أجهات في المنطقة وكل القوى الفاعلة من أجل تهدئة الأمور وإنهاء الحرب شكرا جزيلا لك كاميرا القدس محرر شؤون الإسرائيلية نيدال كنانا